كورونا، الزائر الذي تمنى وترجى اليمنيون ألا يقدم إليهم لكنه أصبح موتاً واقعاً يتجول في المدن ويبحث عن فرائسه أمام أعين السلطات الميليشاوية في عدن وصنعاء التي تحاول توظيف الموت لمصالح مالية في الشمال وصراع نفوذ في الجنوب لربما اعتاد اليمنيون على الموت وحيدين محاصرين لكن القادمة هذه المرة أمر جلل ويشي بكارثة قد تطال المجتمع بأكمله المعلومات الحديثة عن هذا الموضوع تؤكد تسجيل تسع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 34 حال مؤكدة وبحسب اللجنة الوطنية العليا للطوارئ فإن الحالات التسع الجديدة التي تم تسجيلها كانت في العاصمة المؤقتة عدن مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة لمصابين بالفيروس في عدن ولحج ليرتفع عدد الوفايات إلى سبع حالات مؤكدة وتعافي حالة واحدة أشاهد في الأرقام الواردة أن اليمن الغارق في الحرب والدمار مقدم على كارثة ستطال الجميع